حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة تمركز مصر وبقوة عن طريق ترصيخ أسس جديدة للتعاون والبناء مع دول القارة الإفريقية على المستويات كافة هذه الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي ساهمت في تعزيز مكانة مصر وإعلى مصلحة القارة بأكملها الزميلة شرقاماد الدين توضح لنا الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي لتعظيم مكانة مصر ومصالحها علاقات تاريخية تجمع مصر وروسيا على مدى عقود طويلة وفي السنوات الأخيرة اكتسبت العلاقات المصرية الروسية بعدا جديدا من خلال التعاون بين البلدين في جميع المجالات وذلك انعكاسا للتنصيق الكبير بين قيادتي الدولتين إزاء مختلف القضايا والملفات يعد عام 2023 عاما مميزا في تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا حيث احتفلت القاهرة وموسكو بمرور ثمانين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما فتم تدشين هذه العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتي آنذاك في عام 1943 وكانت مصر في طالعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وتطورت على إثرها العلاقات السياسية على مستوى رؤساء الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تطورا هائلا حيث حرصت القيادة المصرية على تعزيز وتوطيد التعاون مع روسيا على كافة المستويات خاصة السياسية منها وذلك بالتشاور والتنصيق المستمر مع القيادة الروسية من خلال اللقاءات الثنائية أو عبر الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي يشترك فيها البلدان فضلا عن الآليات المختلفة مثل لقاءات اثنين زائد اثنين التي تجمع وزيري خارجية ودفاع البلدين سواء في القاهرة أو موسكو عززت ايضا زيارات الرئيس السيسي دروسيا ولقاءاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قوة ومتانة العلاقة بين البلدين حيث عكست الحرص على تبادل الدعم السياسي على المستويين الاقليمي والدولي وتوافق الرؤى بشأن العديد من القضايا الدولية والاقليمية ومع اندلاع الأزمة الأوكرانية بذلت مصر جهودا حفيثة في محاولة لاحتواء الأزمة والعمل على انهائها وظهر ذلك جليا في اتصالات الرئيس السيسي مع نظيره الروسي والأوكراني بالإضافة لمشاركة الرئيس الوزراء مصطفى مدبوري نيابة عن الرئيس المصري في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس بوتين في مدينة سامبترسبرغ بحضور وزير الخارجية سامح شكري في يونين الماضي وعلى الصعيد الاقتصادي شاهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية وتطورا ملحوظا منذ زيارة الرئيس السيسي لروسيا عام الفين وخمسة عشر حيث تم تزليل كافة العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وفي دليل على ذلك تطور وخلال العام المالي الأخير الفين وواحد وعشرين الفين واثنين وعشرين بلغ حجم التبدل التجاري بين روسيا ومصر ثلاثة واحد من عشر مليار دولار بزيادة تقدر بخمسة وثلاثين بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق كما وصل عدد الشركات الروسية العاملة في مصر إلى أربعمائة وسبع وستين شركة وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار وتوفر خمسة وثلاثين ألف فرصة عمل وعلى مستوى التبادل التجاري تمثل روسيا أهمية كبيرة لمصر نظرا لكميات الأقماح الكبيرة التي يتم استراضها سنويا من روسيا وكذلك أفواج السائحين الروس الزائرين إلى مصر والتي تستحوز على النسبة الأكبر ووفقا لبيانات الجهاز المركزية للتعبئة العامة والإحصاء تصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2021 حيث سجلت قيمة وردات مصر منها نحو واحد واثنين من عشر مليار دولار وبكمية بلغت أربعة واثنين من عشر مليون طن لتستحوز على تسعة وستين وأربعة من عشر بالمئة من إجمالي وردات مصر من القمح فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 26.5% في عام 2018 عن العام السابق له هي إذن علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية متينة وقوية تؤكدها المواقف المشتركة وتعاون بين البلدين علاقات تزداد قوة يوما بعد يوم في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات وأوضاع غير مستقرة